يا سيدي يا رسول الله يا من له الجا عند الله إِنَّ الْمُسِينَ قَجْ جَعُّكْ لِذَنْبِي يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ itu kalau kita artiin untuk usulnya يا سيدي يا رسول الله wahai padukaku wahai junjunganku wahai Rasulullah يا من له الجا عند الله wahai orang yang jabatannya tinggi di sisi Allah إِنَّ الْمُسِينَ قَجْ جَعُّكْ sesungguhnya saya ini pendosa-pendosa datang kepada engkau kami para pendosa datang kepada engkau wahai Rasul tujuannya apa لِذَنْبِي يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ مَوْ مِنتَ امْفُنَ لِهِ datang kepada kamu مَوْ مِنتَ أَمْفُنَ لِهِ وَالَوْا أَنَّهُمْ إِظْلَمْ وَنْفُسَهُمْ جَعُّكْ انه يقولانا مرحلة أهلي مأسيات يأتي لكم فستغفر الله مانت أممون أممون الله وستغفر الله وَسْتغفر الله وَالَهُمُونَ وَالَهُمْ عَسُولُ وَالَهُمُونَ 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 وَالْفَالُهُمَونَ وَالَهُمُونَ kalau kita ziarah nanti ke makam Nabi Muhammad bingung kita mau baca apa ini ya يا سيدي يا رسول الله ايب سيدي سيدي رسول الله يا مان له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاوب لذنبي استغفر الله kalau ada doa begitu ما الله ماله مهام اهلا cukup